من بغداد معي دكتور فاضل الغراوي عضم فواضيات حقوق الإنسان السابق والخبير القانوني في مجال حقوق الإنسان مساء الخير أهلا بك معنا سيد فاضل طبعا دائما لكم متابعاتكم لديها تفاصيل أكثر مما يصلنا هل ممكن أن نقف على بعض التفاصيل فيما يتعلق بانتهاكات داعش بالمدنيين التي أحصيتموها مؤخرا طبعا هي كثيرة نعم تحياتي لك ولكل المشاهدين عصابات داعش الارهابية ما زالت ترتكب صور بشعة ووحشية تجاه ابناء الشعب العراقي وفي الشهر الماضي ارتفع مؤشر هذه الانتهاكات بشكل مخيف وخاصة عندما ذهبت المعركة في الثلث الأخير من أحياء الساحل الأيمن حيث قامت عصابات داعش الارهابية بعمليات إجرامية منعت المدنيين من الخروج وكل مدني يحاول خروج القناصة كانت تتعامل معهم من خلال القتل المباشر وكذلك عملية تفخيخ الدور التي ما زالت تواجد فيها المدنيين إضافة إلى المدنيين الذين حاولوا الفرار كان مصيرهم القتل عليها عصابات داعش الارهابية كذلك استخدمت في الفترة الأخيرة عملية لم تكن تستخدم هذه الأسليب سابقا ولأسلمك الكلام أيضا كيف اختلفت طرق الجرائم التي تقوم بها داعش بعد كل تقدم عسكري للقوات العراقية بدءا في المرحلة الماضية كانت تستخدم المدنيين كدروع بشرية في مرحلة منع القوات الأمنية من التقدم الآن العملية اختلفت الآن تقوم بعملية قتل المدنيين وخاصة المدنيين الذين يمررون معلومات القوات الأمنية أو المدنيين الذين يحاولون الفرار من الطوق الذي تقوم بهم عصابات داعش الارهابية وبالتالي تجهد إلى عملية القصف المكثف في موضوعة الهوانات باتجاه هذه الأحياء وباتجاه المدنيين والكثافة التي يتواجد بها المدنيين بشكل مباشر وبالتالي يعتقد عصابات داعش الارهابية أن وجود المدنيين هو عامل مساعد في بقاهم في هذه المعركة وعندما يخرج المدنيين سوف يتكون نهاد عصابات داعش الارهابية صحيح للضغط على قوات العراقية طيب دكتور فاضل أيضا كعضو مفوضية حقوق الإنسان عذرني كيف تحاولون العمل على هذا الموضوع حتى لو كان طبعا من الصعب تغيير الواقع ولكن على الأقل كجهود كيف تحاولون مساعدة هؤلاء هناك غرفة عمليات مشتركة موجودة من قبل القيادات الأمنية وكذلك الجهد الإنساني ممثلة في مفوضية حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان البرلمانية وباقي منظمات المجتمع المدني ووكالات الدولية تعمل بشكل مباشر ضمن خلية هذه الأزمة كان هناك طلب مباشر أن يكون هناك إعادة تكتيكات المعركة وكذلك فتح الممرات الآمنة المتعددة التي تساعد على إخراج المدنيين من هذا الطوق وكذلك عملية استخدام أسلحة جديدة بتوجيه بشكل مباشر لأعصابات داع الشرابية بحيث لا ترقي آثارا جانبيا عن المدنيين وسهل إخراج المدنيين بشكل مباشر من هذه الأماكن إلى الساحل الأيسر أفضل من ذهابهم إلى مخيمات بعيدة عن منطقة الموصل وقد تكون هناك متخاطر متعددة وبالتالي الآن قوات الأمنية بدأت باتخاذها كذا إجراءات واتجهت إلى إمكانة إخراج المدنيين أفق هذه الممرات التي وصلت إلى أكثر من عشر ممر آمن طيب على المدى الطويل أيضا هناك جهود تقومون به في هذا الإطار لتوثيق كل ما يحدث عندما نتحدث طبعا عن القانون حضرتك خبير قانوني أيضا كل الذي حدث من يوم دخول داعش للعراق تم توثيقه بشكل تفصيلي وكل صور الانتهاكات التي تعد جرام ظل الإنسانية وجرام إبادة جماعية حولت إلى مجموعة من التقارير الرسمية وقدمت للجهات الدولية والجهات الوطنية إضافة إلى حالة العديد من الشكاوى إلى محكمة حقوق الإنسان المختصة في العراق وكذلك مطالبة بشكل مباشر إلى حالة ملف عصابات داعش الرهابية عبر مجلس الأمن إلى المحكمة الدولية باعتبارها قامت بالعراق بجرام وحشية ضد الإنسانية وكان هدفها الأساسي عملية الإفناء الممنهج لأبناء الشعب العراقي بكل أطيافهم ومكوناتهم وبالتالي عملية التوثيق ما زالت مستمرة توثق كل شيء وفي كل يوم عن هذه الجريمة الوحشية التي مرت في تاريخ الإنسانية شكرا لك من بغداد دكتور فاضل غراوي عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق والخبيل القانوني في مجال حقوق الإنسان